موسيقى عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هعملكوا اكتر وصفة بتحبوا تاكلوها من برا بتروحوا مخصوص الكافيهات علشان تجيبوها وهي المولتن كيك بجد سهلة جدا ولو تعلمتوا تعملوها مش هتجيبوها من برا تاني ابدا تعالوا بقى نشوف بسرعة المقادير مع بعض ونبدأ الوصفة عشان نعمل المولتن كيك محتاجين 3 ربع كباية شوكولاتة ورابع كباية دقيق ونص كباية زبدة واربع معالق سكر وفانيليا واثنين بيت كامل واثنين سفار بيت هنتجي نعمل الوصفة مع بعض اول حاجة انا محتاجة اثنين بيت كامل هكسر بيتين دلوقتي بقى هناخد السفار هنزل بس البيض في البولة هنا دي هنضيف على البيض معلقة صغيرة فانيليا نفضل طبعا يكون الفانيليا نوعها كويس علشان راحة الكيك يكون حلو مكروش زفارة والسكر وهنضرب المكونات مع بعض لحد بس ما السكر يبتدي يدوب خلاص كده السكر داب في البيض هبتدي دلوقتي بقى احط الزبدة اللي سيحناها في بولة هحط معاها الشوكولاتة اللي سيحناها ممكن نسيحهم الاثنين مع بعض هنضربهم بقى الاثنين كويس كده دلوقتي هحط خليط الزبدة والشوكولاتة على البيض اللي ضربناه مع السكر والفانيليا وكل ما الشوكولاتة بيكون نوعها كويس على فكرة كل ما المولتن كيك بيبقى طعمه تخفض يعني الشوكولاتة اللي هي عامل الاساسي كبير اوي في المولتن كيك هقلب بقى كده كويس مع بعض اخر حاجة همضيف الدقيق وهقلب كده كل المكونات كويس مع بعض دلوقتي الخليط اللي احنا عملناه بتاع المولتن كيك هيكفي اتنين قالب مقاس 12 زي اللي احنا بنكله في الكافيه برا لو عايزين اكتر من كده هتصغروا طبعا القالب واهم حاجة القالب اللي هحط فيه يكون مدهون كويس قوي بالزبدة وبروش عليه دقيق مع كاكاو تمام؟ بالوقتي بقى نصب الخليط وصلنا بقى الاكتر للحظة كلنا بنحبها هيا هنقلب المولتن كيك هرش عليها بس رشة صغيرة من السكر البودرة طبعا تقدروا تحطوا عليها ايس كريم فراولة توت اي حاجة بتحبوها خلوات خلصنا المولتن كيك وشوفناها وهي سيحة وبتبز كده شوكولاتة جربوا الوصفة بقى وقلوا لي رأيكم فيها ولو اي وصفات ثاني محتاجين نعملها مع بعض بعتوها لي في الكومنت وان شاء الله شوفكم في وصفة ثانية كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم اشتركوا في القناة